اشتركوا في القناة ما يطرحه وفد المرتزقة وفد الرياض وتهربه المستمر من مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية وعدم الدخول فيها وإسراره على المضي في خيارات الملف الأمني أنه لا يريد الوصول بالحوار إلى نتيجة إيجابية رفض إنهاء المعاناة الإنسانية المواطن اليمني على مستوى الحصار بشكل كامل رفض السماح بتدفق الأموال إلى اليمن ومن وإلى اليمن حوالية مالية كأي دولة أخرى عدم الخوف في قضايا متعلقة بوقف الغارات وإسراره بل ومطالبته ببقاء الغارات كل هذه لا تعكس شيء من أو قدر من التشاؤم من إمكانية أن تنفرج هذه الأزمة بحل سياسي في ظل هذا التصلب في المواقف من قبل المرتزقة وقبل أن نبدأ بتفاصيل ما يقوم به وفد المرتزقة هنا في مفاوضات الكويت علينا أن نبدأ أولا بقراءة هذا الفريق ومن أين جاء ولماذا جاء إلى هذه المفاوضات السعودية لم تكن ترغب بالحل السياسي ولم تكن تريد أن تصل إلى الحل السياسي وإنما كان هناك ضغوطات دولية كان هناك إحراج أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أصدرت تقاريرها بجرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن فقرروا بأن يذهبوا فقط لهذه المشاورات كي يحاولوا أنهم يغطوا على تلك الصورة القبيحة للإجرام والجرائم المرتكبة بحق اليمنيين وبالتالي كان قلال الذهاب إلى مفاوضات الكويت وفقط لإعلان أنهم ذهبوا للحل السياسي أو يبحثوا عن الحل السياسي لكن عندما تنظر في عمق قرارهم وفي عمق إرادتهم أنت ترى أنهم لا يملكوا شيء حتى يذهبوا إلى مفاوضات سياسية يا أخي من يريد أن يذهب إلى مفاوضات سياسية واحدة من ثنتين إما أن تذهب منتصرا وتفرض شروطك وتطالب بمطالبك مثلما هم جاءوا طلبوا بتنفيذ القرار 1216 وتسليم السلاح والخروج من المحافظات وإلى آخره وكأنهم جاءوا منتصرين جاءوا يعني يحملوا ملف الانتصار بأيديهم ليطالبوا الآخرين بالاستسلام إما أن تأتي لتبحث عن حل تبحث عن مخرج من ورطة أنت متورط فيها وأنت مهزوم وهذا هو الحال الحقيقي للسعودية هزموا بهذه الحرب ولم يستطيعوا أن يحققوا فيها أي من المكاسب لا السياسية ولا العسكرية خلال عام وأكثر بالتالي جاءوا إلى هذه المفاوضات لا يملكوا قرار لا يملكوا انتصار لا يملكوا أوراق رابحة للعب بها على طاولة المفاوضات فما يجري الآن هو فقط استهلاك للوقت هو فقط إسقاط للواجب أمام المجتمع الدولي أنهم ذهبوا إلى المفاوضات ويبحثوا عن حل سياسي لكن في قرارة أنفسهم أنه لن يكون هناك حل سياسي وفق الأرضية الموجودة حاليا هم يريدوا أن يكسبوا أوراق ليتقدموا بها إلى الطاولة ليفاوضوا من خلالها الآن عندما يقعد وفد المرتزق لا يملك شيء ليفاوض به إذا كانوا لا يملكون شيء فلماذا يعطلون الحوار؟ هم يعطلوا ويحشدوا على الأرض هم يحاولوا اليوم بأنهم يكسبوا أي شيء على الأرض يعني كان هناك أكثر من ورقة استخدمت وأحرقت تلك الأوراق كان آخرها ورقة علي محسن الأحمر وقبلها كان هناك ورقة مأرب وقبلها الجوف يعني استخدموا كل ما لديهم بالنسبة للسعودية؟ بالنسبة للسعودية هي تراهن على الوقت لأنها تعتقد أنها الآن بالتحالف مع الأمريكان بالشكل المباشر وبنزول القوات الأمريكية إلى الأرض بأنها ستستطيع أن تحقق انتصارات في بعض الأماكن هكذا هي تعتقد وبعد التسليح الكبير الذي تم خلال الفترات الماضية وما قبل الهدنة وفي أول أيام إعلان وقف إطلاق النرب في العاشر من الشهر الماضي كانوا يعتقدوا أنهم خلص يعني سيقوموا بعملية التسليح وسيحققوا أي تقدم سواء في تعز أو في مأرب أو في الجوف أو حتى على مشارف العاصمة صنعا الآن هم يريدوا أن يكسبوا هذا الوقت ليحققوا فيه الانتصار طيب هذه المسارات التي يذهبون باتجاهها يعني لا تؤكد بأنهم فعلا أنهم لا يريدون الخرج من هذا الماء الزك ربما هم في أريحية كاملة يعني وبالتالي لديهم أوراق ليعبثوا ويستغلوا عامل الزمن ويستفيدوا من أي إنجاز على الأرض وكأنهم يعني سعداء بما يحدث هم ليسوا سعداء هم يبحثوا عن مخرج صحيح ولكن هم أغبياء لأن كل التيارب الماضية التي مرت على مدى عام وأكثر لم يأخذوا بها ولم يستفيدوا من هذه التيارب كل مرة كانوا يراهنوا على ورقة أخرى بأن هذه هي الرابحة بأن هذه هي الجوكر وفي الأخير كانوا يخسروا ويخسروا ويخسروا الآن هم يريدوا فعلا يريدوا أن يتخارجوا من هذا المازاق ولكن يا أخي هم لا يريدوا أن يظهر فشلهم الذريع على الأرض هم لا يريدوا أن يعترفوا يا أخي السعودية لماذا خضت هذه الحرب لكي تكون هي المهيمر وهي المسيطر وهي صاحب القرار ياخي اليوم لما تعلن فشلها بهذه الطريقة أو تذهب إلى المفاوضات السياسية اليمنية اليمنية ما الذي كسبته السعودية؟ بالعكس تعرت وانكشفت وافتضحت أمام الملأ أجمع بأنها ضعيفة وهزمت من الشعب اليمني والجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية هذه الأسطورة للجيش السعودي والأسطورة للجيش الأمريكي والقوات التي استعانوا بها من بلاكوتار ومن السينيجال والنيبال ومن كل الدول جمعهم هزموا كسروا أمام المقاتل اليمني بالتالي هم يبحثوا عن الحل السياسي بأي شكل ولكن وفق أن يكون هم المنتصرين وهذا لم يستطيعوا الحصول عليه هذا الوضع ربما نقول أنهم يذهبون باتجاه الشكل التصعيد العسكرية من باب أنه نريد أن نحصل على شيء على طاولة الحوار كنص سياسي انتصار سياسي على طاولة الحوار لتصعيد العسكرية هذا الإصرار على عدم تحقيق أي شيء حتى فيما يتعلق عن الوفد الوطني ناقش قضية 22-16 وقال أنه جاهز للتعاطي معه بشكل إيجابي ووضع رؤى لتنفيذه ما تبقى من ما يعرف بالمبادرة الخليجية العاقبات التي كانت توضع في السابق تم التعاطي معها بإيجابية من قبل الوفد الوطني وهذا أحرجهم الآن يرفضون كل الأشكال حتى حلحلة المسائل الإنسانية ويربطوها بالجانب الأمني وبالجانب السياسي بطريقة تتجاوز يعني معاناة الناس وتعمق منها في إيغال في عملية يعني رفض الحل السياسي وإيغال رفع معاناة الناس يعني طبعا هم يعتقدوا أولا هي الملفات كلها مترابطة فيما بينها الأمني مع العسكري مع السياسي مع الإنساني ومع الاقتصادي كل هذه الملفات مرتبطة ببعض هم الآن يعتقدوا أنه مثلا إذا تم إنهاء الحصار وأن اليمنيين لا يذهبوا إلى بيشا أو إلى الأردن ليفتشوا هم يعتبروا أن هذا انتصار يضاف إلى الانتصارات الكبيرة الذي حققها الشعب اليمني هم يعتقدوا أنه هذا يعني استحقاق انتزعه الوفد المفاوض في الكويت من انتزعه من وفد الرياض لا يؤمنوا بالإنسانية يا أخي من قتلك بالطائرات وقصف عليك القنابلة الفراغية وقصف عليك الأسلحة المحرمة دوليا لا يؤمن بالإنسانية هؤلاء لا يعرفوا شيء على الإنسانية هؤلاء قتل هؤلاء يا أخي مجرمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى هؤلاء لا يعرفوا شيء اسمه إنسان هؤلاء لم يحترموا الإنسان في بلدانهم أنت ترى كيف يتعاملوا مع المواطن السعودي ومع حقوق الإنسان في السعودية وكيف يعدمون من له رأي مخالف لهم كيف يقتلون الشيعة في السعودية ويرسلونهم الإرهابيين وغير الشيعة يعني بكل تأكيد بكل تأكيد هؤلاء هؤلاء هم داعش ولكن بشكل آخر بشكل سياسي ودبلوماسي وشكل يتعامل مع المجتمع الدولي وبالأخير هؤلاء لا يقل إجرامهم عن الإجرام الإسرائيلي بالتالي هم يعتقدوا أنه إذا حصلت هناك انفراية في الجانب الإنساني للشعب اليمني أن هذا انتصار سيضاف إلى الانتصارات اليمنية العظمى التي تحققت على مدى عام وأكثر وكان أبرزها وأكبرها وأيلها هو الصمود الشعبي هذا الصمود الذي أوجعهم كثيراً على مدى العام وأكثر بالتالي هم يقولوا الآن أنه سيستطيعوا أن يكسروا هيبة هذا اليمني وسيستطيعوا أن يكسروا إرادة هذا اليمني وسيستطيعوا أن يرغموا على أن يذهبوا به إلى المسار الذي يريدون وهو مسار أن السعودية هي التي انتصرت في هذه الحرب وطالما اليمنيين متيقظين واليمنيين منتبهين واليمنيين حذرين لن يتحقق هذا الانتصار حتى تصل السعودية إلى نهاية الزاوية التي هي محشورة فيها وتذهب إما إلى الاستسلام أو إلى الدمار وتعتبر هي النهاية لأنه عندما ترى عندما بدأت إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من الشهر الماضي بدأوا بالزحوفات على ميدي كان هناك تثبيت الوقف إطلاق النار على الميدان لجان تنزل إلى الأرض وطائرات العدوان تقصف اللجان فيها الجوف يعني تشعر أن هؤلاء لا يوجد لديهم حتى أخلاق للحرب ولا يوجد عندهم أخلاق للهدنة ولا أخلاق لإعلان وقف إطلاق النار هذه الهدنة التي التزم بها الإسرائيلي في حروب غزة والتزم بها في حرب لبنان لم يلتزم بها السعودي في حربه على اليمن وظل مستمرا لماذا؟ لأنه يبحث عن أي حل فقط بمنظور أنه هو المنتصر لا يريد أن يكون الشعب اليمني هو المنتصر وهو صاحب الغلبة وهو صاحب الكفة أو صاحب المبادئة والمبادرة خلينا نذهب إلى الزميل أحمد مفضل وهذا اللقاء الذي أجراه مع الإعلامي اليمني فيصل الشبيبي نتابع معا هذا اللقاء نعم شكرا جزيلا لك أخي مختار نحن هنا في أيضا الملكس العلامي في إطار برنامج حلقة من الكويت نتناول فيها المستجدات على الميدان وحول هذا الموضوع أكثر لدينا ضيفنا الأستاذ فيصل الشبيبي يحدثنا أكثر عن آخر المستجدات وأخصوصا قضية تواجد الأمريكيين ودخولهم إلى المحافظة الجنوبية في اليمن وقضية مخترحة لتقدم به أو يبدو أنه قرار تخذه من الشيخ بإضافة فريق نسائي إلى جانب الفريقين التفاول بالنسبة للفريق النسائي أعتقد أنه فريق جاء على أساس أنه مساعد كما يقول ولد الشيخ رغم أنه لم يدخل ضمن الرؤيتين التي قدمهما سواء الوفد الوطني أو الرياض لكن الأهم من ذلك كله هو التصعيد الحاصل على الساحة اليمنية حيث شرع الأمريكان وشرع المرتزقة ومرتزقة العدوان في إيصال قوات جديدة إلى الأراضي اليمنية وهذا من شأنه تصعيد ميداني خطير جدا من شأنه ربما عاقة هذه المشاورات وإفشالها لكن نحن نؤمل كثيرا على الوفد الوطني الذي إن قدم تنازلات فهي تنازلات من أجل الوطن وهنا يد تحمل السلام وفي اليمن رجال الله في البيدان مستعدون استعدادا كاملا لهؤلاء القتلى والمجرمين الذين أرادوا أن يشعلوا هذه الفتنة بينما نحن في الكويت نتحاور ونتشاور من أجل إنقاذ الوطن وإخراجه من أزمته اليمنيون كما هي عادتهم مستعدون استعدادا كاملا لهذا العدوان وهنا أيضا كما نقول ونكرر نحن نمد يد السلام ومع الأسف الشديد أن هذا التصعيد من قبل الرياض أو مرتزقتها قد يؤدي إلى إفشال مشاورات الكويت رغم إسرار أيضا أمير الكويت وحكومة الكويت على إنجاحها إلا أن هناك من يريد أن يعبث بها وأن يريد أن يفشلها شكرا جزيلا صد فيصل وبالتالي عرفنا أن هناك الكثير من المحاولات والجهود التي يبذلها والتحالف العدوان لإفشال وطرح العقبات أمام مجرية أو إنجاح هذا الحوار أتحول إليك أخي مختار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة